تغول الميليشيات المدعومة من إيران وتمددها داخل وخارج العراق جعلها تغتر بقوتها وتستعرض بأسلحتها برعاية حكومية إلا أن ثمت صفحة جديدة من الرد الأمريكي على تلك الميليشيات بدأ بقصف أمريكي جديد لمواقع ميليشيا الحشد في العراق وسوريا أوقع بين صفوفها عدداً من القتلى القصف الأمريكي استهدف منشآت أسلحة ومركزاً لتصنيع الطائرات المسيرة ووفقاً للبيت الأبيض فإن الضربات جاءت مدروسة بعناية ودقة فيما أعلن البنتاجون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه بمزيد من الضربات لتعطيل هجمات الميليشيات المدعومة من إيران في العراق ضد المصالح الأمريكية الضربات الأمريكية للميليشيات وجهت رسالة إلى إيران والميليشيات التي تدعمها مفادها أن العواقب ستكون وخيمة إذا استمرت طهران بدعم الميليشيات التي تهاجم القوات الأمريكية وفقاً للبنتاجون ويمثل بداية الرد الفعلي على هجمات الميليشيات والذي سيكون قاسياً بحسب السفير الأمريكي السابق في العراق دوغلاس سيليميان الخارجية الإيرانية قالت إن ما فعلت واشنطن في المنطقة من شأنه أن يزعزع أمنها وإن هذا لن يكون في مصلحتها فهي ما زالت تتحرك في المسار الخاطئ وإن الضربات في سوريا والعراق جزء من غطرسة أمريكا على حد وصفها فيما هددت الميليشيات الموالية لإيران في العراق بأنها ستدخل فيما سمته بحرب مفتوحة مع القوات الأمريكية على لسان زعيم ميليشيا العصائب المدرجة على قائمة الإرهاب قيس الخزعلي العراق بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أصبح محاصراً داخل النزاع الأمريكي الإيراني على أراضيه بينما لا تستطيع الحكومة السيطرة على الميليشيات أو منع أمريكا من الرد على ممارساتها وأكدت أن الحكومة في بغداد أهدرت كل الفرص للحد من استهداف المصالح الأمريكية والأجنبية بالطائرات المسيرة التي تطلقها ميليشيات تتلقى رواتبها من ميزانية الدولة ترجمة نانسي قنقر